مهلة الصدر المرهون بـ 72 ساعة تمنح خيار حل للأزمة السياسية وتنص على أن ينسحب جميع المشاركين في العملية السياسية وإشراك وجوه وقوان جليدة في الميدان السياسي الشارع العراقي رحب بهذه المبادرة خصوصا أنها تنسجم وفتوى المرجعية في النجف بأن المجرب لا يجرب هسا أنت صار لك 20 سنة ما قدمت شيء للبلد شيني بعد ذي طباقة قدمة يعني ولا ملك إليك ولا لأهلك ولا لعشيرتك هذا ملك الكل بيه للمعلم وبالفلاح وبالمتواضع وللكل حتى سماحت السيد علي السستاني قال المجرب لا يجرب فذول ما استفادنا من الفين والتافة فالريد حكومة وطنية يجينا قاد عسكري مدني المهم يمشي أمور الشعب الشعب هلك لكن خبراء في الشأن السياسي يرون أن هذه المبادرة صعبة التحقيق خصوصا أنها توجب على الأطراف كافة الانسحاب وهو ما قد يتضارب وتطلعات قوى متمسكة بالعملية السياسية هذه المبادرة يتوقف نجاح على قبول الأطراف الأخرى لها قد تكون لديهم رغبة في البقاء في العمل السياسي وبالتالي أعتقد أن هذه المبادرة قد لا تنسجم مع الرؤى الأخرى هناك مطالبات بحل البعلمان هناك غرفة قاطعة كيف يتم إلغاء العملية السياسية أو إلغاء تلك الشخص بالإضافة إلى أن المزاج الداخلي بالإضافة إلى المزاج الخارجي هو يمنع أو لا يتطابق أو يغفظ أن يكون هناك حل أو هدم للعملية السياسية كثيرة هي المبادرات المطروحة من زعيم التيار الصدري إلا أن تحقيقها صعب على كتل سياسية تجد أن مصلحة جمهورها يكمن في التمثيل النيابي مبادرة لا قد ترحيبا شعبيا لكن تحقيقها ليس بالأمر الهين من بغداد محمد فراس قناة التغيير